قامت الدولة بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتصق مع المستجدات الراهنة ويضع حلولا وتوقعات لتعامل مع مختلف سيناريوهات الأزمات العالمية في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا يسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات لتعد الموازنة الأعلى انفاقا على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية وفيما يتعلق بالإيرادات العامة أوضح التقرير أنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه عام 2021-2022 إلى جانب بلوغ إجمالية المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 1.8 تريليون جنيه عام 2021-2022 وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مستهدفات معدل النمو الاقتصادي سجلت 5.5% خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 5.7% في 2021-2022 بينما سجلت مستهدفات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1% بالموازنة الجديدة مقابل 6.2% عام 2021-2022 ترجمة نانسي قنقر